بداية قبل ما أتحدث عن إطلاق المجلس الاستشاري للسلامة اللي تم إطلاقه الأسلوح الماضي والأهداف والغيات من إطلاقه بحيب أن أوه أنه في تيك توك في منصة تيك توك موضوع السلامة الرقمية هو موضوع أساسي ومحوري في عملنا اليوم وهو ما نرتكز عليه في كافة السياسات والمشاريع اللي نقوم فيها لنقدر نوفر منصة مفتوحة للجميع اللي يتم استخدامها من قبل مجتمعنا المتنوع بطريقة إبداعية ولكن بطريقة تحرص على أنهم يكونوا عندهم الحرية للتعبير عن أنفسهم طبعا ضمن طوابط السياسات المجتمعية اللي موجودة عنا وفقا لذلك نظرا لأنه موضوع السلامة الرقمية موضوع جدا مهم لأنه إطلاق المجلس الاستشاري للسلامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال الكريفيا وتركيا بحيث أنه يكون بهذا المجلس في إعطاءنا المشورة والنصائح والخبرات العملية في موضوع السلامة الرقمية بشكل عام ولكن أيضا مواضيع متخصصة مثل موضوع سلامة اليافعين أو موضوع التنمر الإلكتروني أو موضوع المعلومات المغلوطة بالإضافة لموضوع الخطاب الكراهية وغيرها الكثير من المواضيع وهذا جاء نظرا للتوسع الكبير التي جندتها المنصة في أنحاء المحلم وفي المنطقة تحديدا أيضا بحيث أنه نحرص على تعزيز الثقة مع المشتركين والشركة الرئيسية من حلال هذه المجلس سيدة فرح هل هذا إقرار بطريقة أو بأخرى بأن منصة تيك توك تواجه تحديات فيما يتعلق بسلامة المحتوى تحديدا عند الفئات العمرية الأصغر سنة كنا نرى الكثير من هذه الأحاديث وهذه التقارير بالفترة الأخيرة شكرا بالعكس إن كان ذلك دليل على شيء ودليل على المسؤولية وعملنا الدائم لتعزيز الحفاظ والتعزيز الثقة اللي منحونا إياها المستخدمين والشركاء الأساسي موضوع السلام الرقمية نحن نتناوله من خلال بلاد الفئة الرئيسية الأولى اللي هي موضوع الإرشادات المجتمعية والسياسات النابعة اللي هي بتحدد شو هي القيم المسموح فيها وأنواع المحتوى المسموح فيها على المنصة واللي غير مسموح فيها على المنصة ثانيا المحور الثاني اللي هو الميزات اللي منقدمها على المنصة نقدر نشجع المستخدمين انه يستخدمونها مثلا عسبيل المثال ميزة التفكير والتحليقات اللي ممكن تكون مسيئة للمستخدمين الآخرين فلترة التعليقات موضوع الخاصية الترابط العائلي للأحالي وأولياء الأمور اللي يقدروا ينظموا استخدام أطفالهم أو اليافعين للمنصة وغيرها الكثير اللي معنا الوقت كثير ندخل فيها ثالثا محور الثالث وهو محور أساسي التواصل مباشر مع الخبراء في مجال السلامة الرقمية اللي منكون فيه على مراحل متعددة وفي كافة المشاريع وأخذنا خطوة متميزة في إطلاق المجلس الاستشاري للمنطقة متخصص حدثينا سيدة مرح قليلا عن آلية عمل هذا المجلس وكيف يمكن أن يضمن الأعلان من الخارج جميل جدا ولكن كيف لنا أن نضمن أن يكون فعالا على الأرض ويحمي هذه الفئة العمرية التي تتحدثين عنها بالنسبة للمجلس الاستشاري هو مجلس مكون من فادة من الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني اللي عندهم خبرات عملية في مجال السلامة الرقمية في مختلف الفخصصات رح يتم مشاورتهم من خلال سلسلة اجتماعات ومشاورات منظمة بالسياسات القائمة حاليا أو أي سياسات جديدة لازم تطرق عندنا على المنصة لتعالج مواضيع يعني ممكن تطرق في المستقبل في هذا المجال اللي نحنا كلنا لسا مشاهدينها فبالتالي تم تشكيل هذا المجلس من ستة أعضاء طبعا المشكورين وبشرتنا وجودهم معنا اللي هم الدكتورة نائلة حمدي السيد أكرم كرامي الدكتور حامد ميادي السيدة أهيلا شومر الدكتورة مريم بحثي الدكتور أكين أونفر واللي هم كل واحد فيهم متخصص في مجال مختلف عن الثاني وهذا حتى يضمن أن يكون هنا أراء متعددة وأراء شاملة لكافة الموضع والتخصصات المطلوبة في هذا المجال فعلا يعني مثل هذا المجلس مطلوب وهذا الجهود اليوم لضمان سياسات السلامة تحديدا للمراهقين وما لذلك من تداعيات وخيمة إذا لم يتم معالجة مثل هذه القضايا شكرا جزيلا سيدة فرح توقان مديرة السياسة العامة في تيك توك شرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وباكستان أيضا شكرا جزيلا